تشهد محافظة مأرب اليمنية للأسبوع الثاني على التوالي معارك ضارية بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي التي تشن هجوما على المحافظة سقط فيها مئات القتلى والجرحى من الطرفين المعارك اشتد سعيرها خلال الأيام الأخيرة حيث دفعت ميليشيا الحوثي بأعداد كبيرة من المقاتلين وشنت هجمات من عدة جهات على مأرب وفي الوقت الذي تؤكد فيه قوات الشرعية صدها للكثير من تلك الهجمات إلا أن ميليشيا الحوثي تقول إنها أحرزت تقدما في منطقة سرواح وسيطرت على معسكر كوفل وتسعى ميليشيا الحوثي للسيطرة على مأرب التي تشكل بعدا استراتيجيا لكل الطرفين قبل الدخول في أي محادثات جديدة مع الحكومة الشرعية فالمحافظة تمتلك أهمية استراتيجية من عدة جوانب فهي غنية بالنفط والموارد الاقتصادية علاوة على أهميتها الجغرافية حيث تربط بين ثلاث محافظات رئيسية وهي الجوف وشبوة والبيضاء كما أن لها ارتباطات جغرافية بالسعودية ويأتي ذلك في ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع باتجاه الحل السياسي بالتزامن مع حذف واشنطن اسم الميليشيا من القائمة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية بالرغم من تصاعد القتال وهجمات الميليشيا بالطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية مؤخرا ويرى مراقبون أن معارك مأرب حاسمة للحرب برمتها حيث يرى الحوثيون أنه لا بد من الانتصار فيها وأيضا تراها الشرعية معركة مصيرية تخسر الكثير إذا أخفقت فيها فإذا انتصر الحوثيون سيكونون في مرحلة قد تمكنهم من فرض شروطهم فيما يرى آخرون أن الحل السياسي في اليمن جاهز ومطروح وأن معركة مأرب تأتي فقط لترتيب بعض الأوراق السياسية ترجمة نانسي قنقر